ماذا عدنا في الماتش؟ لقد عدنا لقطات مهمة في الماتش لقد عدنا اللقطة الأولانية هو التدخل على سيدري كبو على أساس لقد عدنا في الأول ومعنى الكرامبون سبادري وقرب تلوحد لقد عدنا هنا نزال الطيف كان قريب من العملية لنستعمل قليلا بسيكولوجيا لكي لا يخرج حمراء ومعنى أن نقرأ هذه الأكسيون ونرى بعض الرزولتات ونقلوا برافو لكن كان الحكم أقصى اللعب النجم الرياضي السياحلي للفرات في القوة ونلقى فرصة للنجم الرياضي السياحلي ونقلوا فرصة للنجم الرياضي السياحلي شميخي خارج داخل الدزويت يقص عليه بن حميدة ونحويله الكرة شميخي يمكن روتار يضرب الكرة والحكم كان ممتاز التموقع وزفر مخالفة للدفاع التراجي الرياضي التونسي من بعد نلقى كرة هوائية ما بين أقبو والدفاع التراجي تقول رجي استعمال المرفق في وجه أقبو كان الحكم أنظار أقبو المرفق في وجه شكون؟ في وجه أقبو في دقيقة وقتية؟ هذه في دقيقة 13 13؟ لا بالعكس وقتها في 13 من الأول مباراة؟ نعم أقبو أقبو وقبو أقبو وقبو أقبو وقبو أقبو 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 بلعايب حسين أقبو 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 أنت أقبو أقبو جد أقبو بسيكولوجي قول كان متنبأ بالنتيجة آآ حمرين لحمره اللولانية وجهت اللاكسيون هذية الثانية آآ متاع جوار التراجي هنا بين صفره حمره لكن هنا كي نلقى الاربيتر قاعد يخدم بذكاه معا كونه راقي العواني راقي العواني آآ كان هو هنا اغزولي بش تخرجوا حمره ما يلومك حد لو الاسبادري في وجهه جوار وهنا لعب فرات في القوة خر السفره خدم مع البسيكولوجي خاطر هنا نحكيه على حمره أولى للأتوال ونزيد ونحكيه على حمره ثاني مانال مارش لحقيقها ما نجمش اللقطة هذه تستحق السفره حسب رأيي أنا وتفكيري السفره كانت في 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 محلها من بعد بش نحكيه على على لقطة فما تسلل منه وتسلل منه باي من اسماهين غلط في تسلل الكورة كانت كان مهاجم للتراجي يوسف اللايلي في موقع صحيح ورين نزيد هو الحنيش يغلط في تسلل الفييدة النجم الرياضي السيحلي رين انبعد تاوغل للشواتي ذولي سنتراج خذي الكورة حاول بش يلعبه ومسها بيده كان الحاكم العنين على لمسة يد من بعد لنا مطالبة لنجم السيحلي بضربة جزاء مابل حميدة وصالح الغدام سي دويلة ذكي رين انبعد في اخر لحظة معنا حكيت اربوع سيجوندا بنحميدة ضرب الكورة وحاط الكورة في التوش كان بنحميدة ملعبش الكورة وقتا وليو نحكيو على ضربة جزاء ومبعد لنا الكوفران التسنتير على مجيه اليمين لليتوال دويل شوات وجلسي شوات وجلسي دويلة كورة اللي تسنترت في اللو المنازموش نحكيو كما نحكيو على اللرجو مش موجود خلي لحظة مانوين كامك مانوين مانوين ش محظر درسي ماش موجود والله مانوين لين موجود إذا حكيو عليها في قناة التسيس هل كنتت مخلق مانوين شوندوال نحكيو نحكيو على على تاكم مالي كورتو بش يجب هذي كورة في لهوية ساردق صغير اللي جير موم من واحد طاح الشوات أنا بالنسبة لي أنا رأي وما احترامي للقنوات الكل ماهيش بلانتي موجودة وماهيش بلانتي بدمها ردي ماهيش الشوات بالله لحظة يماني فما نزل على بين حمزة جلس ينزل على الشوات ليه عادي ليه مش نزل رأو شفتنا أنا بالنسبة لي أنا حسب تقديري ضربة جزائق غير موجودة وكنت رأني داخل بش نقول ضربة جزائق كي أنا مش محذر درس لا يخذلي مختار مختار شكون أسبق طو هي في الصونتراج شكون أسبق بالله يتقيق لا فما 18 جور غات لا هي في الصونتراج كي خرجت هو كي أسبق مسجلسي وكيفتا أحمله هو أسمعني أسمعني لا ترتقي يا مرور والله أنا أقول لك أنا أقول لك ضربة جزائق والله يا خبل والله خاني مشي فاصل الموسيقى بعد ترقي يا ضربة جزائق مختار فما لقطة صارت المقابلة حسيم الحنسي حسيم الحباسي عفوا انطلب ضربة جزائق هذه أهم لقطة تقريبا نتحكي فيها برشا شنو عليك فيها لقطة هذه أنا أظل لي وقت لي جواري تواغر يدخل للزويت ما لازموش يكون هو عنده يقوم بغتا رينا وقت لي يدخل للزويت رينا الديفنسيور متاع باجا صحيح فما مسك الحسيم الحباسي ورينا زيد الحسيم الحباسي مسك الديفنسيور متاع باجا لي نطاح وما زال المسك متبادل أنا بالنسبة لي أنا الحكم مجتهد كونه زفر مخالفة للمدافع وأنا مع قرار الحكم في علانه على مخالفة ما ما نحب النوة بتلتحكيم تاع الوليد ذايا الحقيقة حكم ممتاز أدى مقابلة ممتازة بشهادة الزوز جماعيات حتى الضربة الجازاء اللي كان مطالب بها ما احترامي لجميع البلاتويت اللي قالوا ما دامك مهاجم قمت بخطأ ماش طالب حد شي المسك كان واضح من المهاجم هنا ماش طالب لا بلانتي أنا مع قرار الحكم في عدم الأعلان عن ضرب الجازاء لا وجود اللي بش بك حكيتين على البلانتي بتاع اللي تول ما حكي نحكي يا بش نحكي غو يصبر غو يصبر أعطيني مختار اللقطة ذالي أهم واحدة متاع السرار فيه نرينا مطالبة ضرب الجازاء مجيئتين نرينا متاع سرار في حمدي العبيدي ومطالبة زيد المستير متاع اليد متاع الغريسي لنا تواغل من السرار فيه تخلط زويت هنا شنو بش راو أنا حبيت نثبت في اللقطة اللي كانوا سيق الديفونسور نجمش تكون تعديت ونزلت على سيق السرار فيه مرينيش لنا السرار فيه بوي على الواحد دس كورت وما كان عنده حتى حل كان بش يتيح لحقيقة ضرب الجازاء ما كانتش موجودة وكان الحكم موجود متوقع في مكان سليم وكان قرار بموصلة اللعب كان صحيح ومبعد رينا ضرب الجازاء مطالبة ضرب الجازاء الحمدي العبيدي رينا ديفونسور وراه صار كونتاكت صغير ومبعد الكورة ضربها ديفونسور ولا وجود الضرب الجازاء كيف كيف رينا موقع المطالبة اتحاد مونستيري بضرب الجازاء لريل جوش يذول لسانتر وتاكلينج من الغريسي رينا الكورة ضربت في صدر الغريسي ومبعد طلعت اليد وكان الحكم تموقع ممتاز مقابلة طيبة الحسين بول عرس ان شاء الله تكون هذه البداية الحسين بول عرس ريناه بسيكولوجي كحكي اخدم بالكدير مخراس تحفظ على وراق ومعاد اللقطة متاع علي يوسف والديفونسور اللي مرة أخرى رك انت تلع في جمعية كبيرة روي علي يوسف حتى لو كان دزك ولا مشيت ولا توحط على الوحد مكشرك في بطحة بش تمتخوا حققوا علي يوسف